بسم الله الرحمن الرحيم كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إن ألي لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم تروا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويوتق الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات ومرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أن يكموا أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه ألا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولهك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا أن يقولوا لولا أنزل عليك أنزل وجاء معه منك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتلاه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مصلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلو شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول لشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله عن الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرتهم لخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كنعمى ونصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ونقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم نذين فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نلاك إلا بشرا مثلنا وما نلاك اتبعك إلا الذين هم أرازهنا بادي الرأي وما نلا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارمون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن جري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصوني من الله إن طردتهم أفلا تتذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعنكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما ياتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن ردت أننصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بنيء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قداما فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجريبهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزن يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآمي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين وناذى نوح ربه فقال ربي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليسني به علم وإلا تغفرني وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلا أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب نديم تلك من أنباء الغيب نوحيا إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبرن العاقبة للمتقين وإلى عاد نخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما نكن من إله غيره إن أنتمو إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن جري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مذرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آليتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آليتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشيكون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جامرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجينا هودا ونجيناهم من عذاب غني وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جدال عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء آمرنا نجينا صالحا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمَئِذْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَلْ لَمْ يَظْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودٍ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم من البشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصر إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخفلنا أرسلنا إلى قوم نوط وامرأة قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا غيلة آلد وأنا عجوز وهذا بعني شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم نواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء لا أمر ربك وإنه قد آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت أسلنا لوطا في أبهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد عليت ما لنا في بناتك من حق وإنك نتعلم ما نريد قال لونني بكم قوة نواوي إلى ركن شديد قالوا يا نوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمضرنا عليها حجارة من سجيل من ضود مسونة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيان والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيان والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصرواتك تامر كأن نترك ما يعبد آداؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه تركلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنلاك فينا ضعيفا ولو نارهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموا وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمموا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعدت تمود ونقد أرسلنا نوسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون ومنئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبيس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بيس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ألم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب آخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نوخره إلا لأجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس لله بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شخوا ففي النار لهم فيها زفير وشيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تق في مرية مما يعبد وأؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباء من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ونقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة قرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكران الذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك نجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكران المؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظرون ولله غيب السماوات ومر وإليه يرجع لمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافئ عن ما تعملون وما ربك بغافئ عن ما تعملون وما ربك بغافئ عن ما تعملون وما ربك بغافئ عن ما تعملون